تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والخمسي لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم أصدق التهاني وأطيب التبركات بمناسبة احتفال وطننا العزيز بالذكرى الحادية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين والذي يصادف الخامس من شهر فبراير معربا لسموكم عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لدعمكم الكبير الذي تقدمونه لقوة دفاع البحرين لقد كان لدعم سموكم الكريم وحكومتكم الموقرة بالغ الأثر فيما وصلت إليه قوة دفاع البحرين ورجالها المخلصون من مستوى تنظيمي وتسليحي وتدريبي مشرف ساهم بشكل فعال في أداء واجبها الوطني المقدس تجاه هذا الوطن العزيز داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموكم حفظكم الله ورعاكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وينعم على وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه المزيد من الرفعة والعزة والرخاء ودمتم يا صاحب السمو سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة الموقر القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية معاليكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة الدفاع كما ويسعدنا أن نغتنم هذه المناسبة الوطنية العزيزة لنعب لمعاليكم عن شكرنا وتقديرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا وأكرين مواصلة دعمنا القائم والمعهود لقوة دفاع البحرين متمنين لمعاليكم ولجميع منتسبي قوة الدفاع دوام التوفيق وسداد في أداء واجبكم الوطني النبيل والإسهام في مواصلة تعزيز وتطوير هذا الصرح العتيد في الرجال والعتاد ولتبقى دوما الحصن الأمين للذود عن وطننا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر